اهلا ومرحبا منكم عزيزي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامج 10 سكايب حديث عراقي ربما جزء من الكارثة التي حلت في عراق الوضع الصحي في العراق وتحديدها ربما الأمراض السراطانية التي انتشرت في العراق منذ يعني الحرب الأمريكية للعراق عام 1991 لحد الآن ترتفع هذه الموجة الكبيرة من الأمراض السراطانية بسبب ما وجهته أمريكا ومن تعاون معها من أسلحة مدمرة ممنوعة دوليا يورانيوم منظب وغيرها يعني ضد العراقيين واستخدمته بكثافة ضد كل مناطق العراق وبالتالي هذه ما فرزته من أمراض سراطانية دمرت العراقيين الحقيقة لكن كنا في فترة حصار 13 سنة وخرجنا من فترة الحصار وإذا بالعالم كله بعد احتلال العراق يقف معا هذه الحكومات التي دمرت العراق مرة أخرى و 18 سنة من الفساد والخراب والدمار وإهمال الجانب الصحي اليوم تخرج علينا أحصائيات بأن نرتفاع نسبة المصابين بالأمراض السراطانية في عموم العراقي محافظة نينة والتحدث عن يعني 150 حالة شهريا لكن حقيقة الجانب الصحي فيها يقول أنه هذه حالة عادية وكيف حالة عادية لا أعرف يعني يقارن نفسها بأمريكا ويقارن نفسها بدول متقدمة يتحدث عن أمريكا أولا يعني بأعداد السكان تختلف بالقدرات الصحية تختلف بالقدرات العلاجية تختلف بالأدوية تختلف وكل الدول تختلف عن العراق والدليل على ذلك أنه هذه محافظة نينة والتي تدعي لسلطات الصحية أنه عادية يعني يصاب 150 واحد شهريا بأمراض سرطانية 150 إلى 200 حالة إصابة جديدة بأمراض السرطانية يقولون أنه يعني المحافظة كلها لا تمتلك أي جهاز إشعاعي لمعالجة هذه الأمراض السرطانية جهاز واحد إشعاعي لمعالجة هذه الأمراض السرطانية غير موجود وهذا من أهم الأجهزة المهمة الوفق للقياسات العالمية ينبغي أن يكون لكل 500 ألف ناسا ما جهاز واحد فالمحافظة محافظة نينوى على الأقل في الحد لدينا تحتاج إلى 8 أجهزة لا يتوفر منها أي جهاز هذا جزء من واقع الحال والحكومة لا هي ليس لها علاقة ولا وزارة الصحة ولا أي جهة لها علاقة ولا أحزاب السلطة هذه التي تتصار على الكراسي لها علاقة بما يجري للعراقيين وإذا كانت الصورة هذه كارثية في الموصل سنأخذ صورة أكثر كارثية وأكثر سواة في البصرة البصرة يعني طبعاً وقبل الذهاب إلى البصرة علينا أن نقول أنه فقط في الجانب الأيمن من الموصل هذه المدينة التي دمرت بدعاوة مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب لحد الآن 13 مليون طن من المخلفات كلها صواريخ وكنابل ويراني ومنظب وغيرها وهذه كلها إشعاعات وتحت طبعاً مواد ألقتها الطائرات وتفجرات وأنقاض ورفات رحايا كثير من العراقيين الذين تحت هذه الأنقاض لم يتم رفعها لحد الآن وهي يعني تضخ ما تضخ من الإشعاعات وزارة البيئة تقول وزارة البيئة الحالية في حكومة الكاظمي تقول أنه ما أقرب من 300 موقع ملوث في العراق تسهم في زيادة أعداد المصابين بالسلطانات ومثل ما قلنا لنذهب إلى البصرة في البصرة المموذج يختلف ربما أكثر أكثر بشاعة يعني شهرياً لا يقل عن 800 حالة جديدة تصاب بالسلطانات 800 حالة تدخل على طريق أو في قوائم المصابين بالسلطانات هذه طبعاً لا توجد مستشفى التخصصي لا توجد أجهزة لا توجد أدوية لا يوجد عناية خاصة بهؤلاء وأطفال ونساء وكبار يزدادون تمزقاً الحقيقة ولا أحد يسأل عنهم الأدوية تباع على الأرصفة إن وجدت هناك تجار هناك مافيات ميليشيات تبيع هذه الأدوية الغالية وإذا توفرت فهي غالية طبعاً لا يستطيع المواطن أن يشتريها وبالتالي لا تستطيع عائلتهم توفر له الأدوية والتالي يأكله بالسلطان تأكل خلاياه يأكل خلاياه هذا المرض الخبيث وهكذا بالنسبة لباقي المدن الفلوجة نفس الحالة تزداد بها حالات التشوهات والسلطانات ولا تخصيصات في الموازنة والميزانية لمواجهة هذه الكارثة ليس هناك محاولات تنظيف البيئة محاولة إنهاء هذه المشكلة التي تفتك بالعراقيين وهي مشكلة تتفاقم كثيراً هذا جزء من الكارثة التي حلت بالعراق أنه أعداد المصابين بسلطانات اليوم في العراق يقولون أنه بين 10 إلى 12 ألف مواطن عراقي يصابون شهرياً أو سنوياً بالسلطانات هذه أعداد كبيرة جداً جداً إذا ما قسناها فبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية جداً المرض ينتشر ولا أحد يوقف هذا المرض نساء ورجال وأطفال وخاصة الأطفال وكبار السن يصابون به ومواقع ملوثة وأسلحة متروكة من زمان وصواريخ وقنابل لم تنفلق وكل أهالي موجودة ولا أحد يهتم إليها الكل يهتم بالكراسي والصراع على الأموال والمكاسب ويتركون العراقي ليواجه الموت يواجه هذه الكارثة الكبيرة التي حلت بها منذ عام 2003 إلى حد الآن بكل صورها الصحية الغذائية الاقتصادية السياسية الأمنية كل شيء في العراق مدمر البيئية التعليمية الخدمية كل هذه الأشياء الصحية كلها يواجهها لوحدة المواطن بأدواتها البسيطة لا يستطيع أن يقف أمامها وهي تأكل مثل الحادلة يعني تسحق العراقيين مع الأسف الشديد هذه الكارثة تكبر لديها رؤوس كثيرة رؤوس كبيرة تأكل بالعراقين وتنفث النار وتنفث الأمراض عليهم ولا أحد يهتم كل الاهتمام منصب على الكراسي ومن سيحكم وكيف سيأخذ وكيف سيسرق هذا واقع الحال الحقيقي مع الأسف الشديد والعراق من سيئ إلى أسوأ وقت هذه الحلقة قد انتهى ترككم بخير ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة